يتفق متوتر فوق شبه الجزيرة الكورية بين سول وبيونج يانج وسط مخاوف دولية من اندلاع حرب جديدة ففي احدث فصول التوتر اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بالقيام بعمل استفزازي قرب حدودهما المشتركة موضحة ان الجيش الكوري الجنوبي اطلق نيران المدفعية قرب منطقة الدفاع المتقدمة التابعة للفيلق الخامس بالجيش الكوري وفي خطوة تصعيدية اعلنت كوريا الشمالية عن اتخاذ تدابير عسكرية وصفتها بالقوية ردا على ما اسمته بالعمل الاستفزازي لجارتها الجنوبية جاء ذلك بعد نحو ساعتين من تحليق عشر طائرات حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية ما دفع سول الى ارسال مقاتلات هذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال اسبوع وتأتي وسط توطرات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الاسلحة التوتر الحدودي بين الجارتين الكوريتين سبقه قيام بيونج يانج باطلاق صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان الامر الذي دفع خفر السواحل الياباني الى اصدار تحذيرات للسفن الموجودة في المنطقة لعدم الاقتراب من مكان سقوط الصاروخ ترجمة نانسي قنقر